إذن مشاهدنا سنتعرف عن تفصيلات أكثر حول هذا الموضوع بالانضمام معي من بغداد فالح العيساوي عضو مجلس النواب عن تحالف المحور الوطني أهلاً واسلاً بك سيادة النائب حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام أهلاً بك سيد فالح بداية ما هو موقفكم من هذه التقسيمات تقسيمات الحقائب الوزارية في تقديم الكابينة خلال الأسبوع المقبل وأيضاً ما هي مطالبكم بهذا الخصوص بسم الله الرحمن الرحيم فقط للتصحيح بعض المعلومات أن الكتلة النيابية الأكبر الآن في البرلمان هي كتلة المحور الوطني وليس الكتلة الأخرى باعتبارها تضم أكثر من 62 نائباً وبعدها سارون 54 نائباً فقط للتوضيح طبعاً فيما يخص المحور وتوزيع المناصب الوزارية ما بين الكتلة السياسية أو بين المكونات حقيقة المحور الوطني خلال الخمسة أيام الماضية يعقد اجتماعات يومية ويتابع على مدار الساعة هذه التطورات ويعقد لقاءات منفصلة مع قيادات الكتلة السياسية ومع الدكتور عادل عبد المهدي وكذلك مع رئيس الجمهورية كل هذه الحوارات واللقاءات برئاسة الشيخ خميس الخنجر رئيس المحور الوطني وهناك متابعة حقيقة ما حسم لحد هذه اللحظة أن يكون هناك للمحور الوطني ستة وزارات على أن تكون منها وزارتين سيادية لحد الآن لم تحدد أسماء الوزراء ولم تحدد نوعية الوزارة التي سوف تكون للمحور الوطني لكن المحور الوطني طالب بثمانية وزارات لحد هذه اللحظة حسم الستة وزارات هناك وزارتين أخريتين هناك عليها نقاش وهناك حوار حقيقة نحن في المحور الوطني أيضا حريصين على أن نأتي بوزراء أكفة نزهة لديهم القدرة والإمكانية في إدارة وزاراتهم باحتبار أن المرحلة القادمة هي مرحلة صعبة وتواجهنها الكثير من التحديات نعم سيد فالح أهم الوزارات كما ذكرت في سياق الحديث بأن عدد من الوزارات قد حسم أهم هذه الوزارات التي تم حسم أمرها طبعا لا أستطيع من خلال هذا اللقاء تحديد نوعية هذه الوزارات لكن نؤكد لحد هذه اللحظة ستة وزارات اثنان منها وزارية وأربعة خدمية وهناك دقاش وحوار على الوزارتين الأخرتين نعم سيد فالح أيضا فيما يخص هذه التقسيمات هل جرى على أساس ربما الاستحقاق للمحافظة أم ربما جاء توافق أكثر ما بين هذه الكتل والأحزاب على ماذا اعتمد سيد عادل عبد المهدي بهذه التقسيمات طبعا نحن نتكلم عن المحور الوطني الذي يضم 95% من نوابة من المحور أو من المكون السني أعطيت هذه الاستحقاقات للمكون يعني كل الوزارات التي أعطيت للمكون السني سوف تكون للمحور الوطني بقيادة الشيخ خميس الغنجر وسوف يتم توزيعها على أساس الكتل المنظوية تحت مسمى المحور الوطني وأيضا سوف يتم مراعاة الأحزاب ويتم مراعاة المحافظات العراقية التي يمثلها المحور الوطني نعم سيد فالح أيضا من الممكن أن يقوم سيد عادل عبد المهدي بتقديم كابيناته الوزارية خلال جلسة مجلس النوافية الأسبوع المقبل الغالبية يرى بأن تقديم هذه الكابينة ربما يكون بشكل جزئي أنت كيف ترى هذا الموضوع حل من الممكن أن ينجح سيد عادل عبد المهدي ويحظى بمقبولية ودعم كافة الكتل برلمانيا طبعا لحد الآن لم تحدد جلسة لمجلس النواب الجلسة رفعت إلى أشعار آخر من قبل السيد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لم تحدد الجلسة لكن أي جلسة قادمة سوف تكون لمنح الثقة لحكومة السيد عادل عبد المهدي من عدمه طبعا أي تجزئة للكابينة الوزارية هذا دليل فشل واضح أمام هذا الدعم الهائل الذي قدم من الكتل السياسية لسيد عادل عبد المهدي وأنا أقولها بصراحة من بغداد إذا قدمت الحكومة منقوصة هذا دليل فشل وإشارة أو صورة سلبية سوف تصل إلى الشارع العراقي باعتبار دائما الحكومة ما تكون ناقصة لبعض الوزراء وهذا ما حصل في حكومة السيد العبادي وقبل حكومة السيد المالكي هذه شارع خاطئة رسالة سلبية سوف تصل إلى الشارع في الأنبار وفي كل المحافظات العراقية سيد فالح الغموض يعني ما زال مسيطر على الآلية التي اتبعها السيد عادل عبد المهدي بتشكيل هذه الكابينة وتقديمها إلى البرلمان هل هو ربما يخضع من جهة لضغط من الأحزاب ومن جهة أخرى يعني هناك من يطالب بأن تكون له الحرية الكاملة باختيار وزرائه في هذه الكابينة طبعا ليس هناك حرية مطلقة لسيد عادل عبد المهدي باختيار وزراء أو تحديد نوعية هذه الوزارات أو عدد هذه الوزارات هذا محكومة بمعايير وضوابط في بعض الأحيان المكون يكون ضاقط وفي بعض الأحيان استحقاقات هذه الكتل السياسية لا يمكن للسيد عادل عبد المهدي تجاوزها بنفس الوقت فيما يخص موضوع الغموض الذي يلف حول موضوع تشكيل الكابينة الوزارية نحن في المحور على الطلاق مستمر بما يجري وهناك لقاءات وهناك تواصل مستمر مع السيد عادل عبد المهدي حتى لا نضيع استحقاق المحور الوطني ولا نضيع استحقاق المكون الذي اليوم نمثله هناك طبعا مطالبات من بعض الأخوة النواب في محافظاتنا تحديدا الغربية بأن يكون أن يستثنى المحافظات الغربية من شروط الدكتور عادل عبد المهدي بن لا يوزر من كان وزيرا أو عضو برلمان باعتبار اليوم المحافظات الغربية تمر بظرف صعب جدا وكل النواب الموجودين في المحور الوطني هم لديهم الكفاة والقدرة والنزاة وتم انتخابهم بحرية كاملة من ابناء هذه المحافظات سيد فالح أنتم في المحور الوطني كما ذكرت بأن العدد أصبح 62 يعني بهذا أكثر من سائرون 54 في مجلس النواب بهذا يعني هل يحق لكم مثلا ربما عند تقديم الكابينة والأسماء لهذه الوزارات ربما أن ترفضوا بعض الأسماء في وزارات معينة طبعا نحن 62 نائب موقعون في تحت خيمة المحور الوطني بقيادة الشيخ خميس الخنجر ولدينا أيضا اتفاقات وهناك اتفاقيات استراتيجية عقدتها قيادة المحور مع الأخوة في الحزب الديمقراطي مع الحزب الاتحاد مع بعض الأطراف أو مكونات الأخرى في وسط وجنوب العراق نحن في المحور الوطني لن نصوت لأي وزير نرى أن هذا الوزير لا يستطيع ولا يصلح في إدارة وزارته باعتبار اليوم أن الشعب العراقي يواجه مشاكل خدمية مشاكل اقتصادية مشاكل سياسية مشاكل أمنية يحتاج إلى وزراء لديهم القدرة والإمكانية لإدارة هذه الوزارات في المحور الوطني باعتبارنا لحد الآن الكتلة الأكبر لن نساهم ولا نشارك في اختيار وزراء غير كفوين إذن عضو مجلس النواب عن تحالف المحور الوطني سيد فالح العيساوي كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر